المسيح على فكرة المسيح انتصر على كل أنواع التجارب بعد التجارب في البرية مكتوبة عن الشيطان فارقه إلى حين يعني دايماً بينتهز أي فرصة حتى يوقع المسيح في التجربة احنا منشوف أنه عدة مرات في مرة نموسي جاء يجرب يسوع المسيح في مرة أمسكوا امرأة وهي تزن في ذات الفعل جابوها الغرض حتى يجربوا يسوع المسيح وفي منطقة الهيكل كانوا بيسألوا يسوع المسيح حتى يجربوا يسوع المسيح المسيح انتصر على كل أنواع التجارب وواحد من التجارب الصعب جداً انتصر المسيح في بستان جد سماني عندما كان يصارع ينازع وعندما كان يجاهد بالصلاة إذ عرقوا نزل قاقطرات دم بسبب الصراع الشديد وقال إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك المسيح عاش في حياة النصرة فانتصر على كل أنواع التجارب في البرية احنا نقرأ عن ثلاث أنواع من التجارب والتجربة يعني إبليس جاء لما مكتوب إنه جاء أخيراً فطلب من المسيح قل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً طبعاً هل يقدر المسيح؟ طبعاً يقدر إحنا منعرف أنه أشبع الآلاف بكده معجزة لكن المسيح لم يصنع معجزة واحدة لإشباع رغباته لإشباع شهوته فهذه التجربة تعتبر شهوة الجسد لكي يشبع رغباته كان جواب المسيح للشيطان مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فإذن المسيح حاسم الأمر وإنه اتغلب على شهوة الجسد التجربة الثانية كانت شهوة العيون يعني المنفعة لربح لإظهار عظمي معينة فأخذوا إبليس على جناح الهيكل العظيم في أورشليم نشوف يمكن جبال أورشليم من هذا المكان ويعني طلب منه أن يطرح نفسه إلى أسفل لكن الشيطان لم يقتبس الآية كاملة بحسب مزمور 91 لكن أخذ جزء من الآية حتى يطرح طب ما أنت طالما عندك هالعظمة وهالقوة وأنه المسيح بيجي على السحاب طير في السحاب خلي الناس تشوف العظمة خلي تشوف قدرتك خلي تشوف قوتك إبليس طبعا يحارب مخطط الله ومكتوب عن يسوع جاء لينقض أعمال إبليس إبليس يعني مكتوب عنه السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما يسوع قال عن نفسه أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل هذه شهوة العيون يعني من جناح الهيكل العظيم اللي بنا هيرودوس الملك وهذه العظمة بعلوه وعظمته كان على جناح الهيكل وين الكاهن كل صبح وكل مساء بيدرب في البوق حتى يعلن قدوم الذبيحة هذا الجناح العالي يطلق على وادي قدرون مثل ما قاله يعني حول اصنع من هذه الحجارة خبزا نفس الشي طير في الهواء انت عندك القدرة الكاملة انك تظهر نفسك ليش تنتظر للصليب خلي الناس تشوفك وانت عم بتطير بالهواء لكن المسيح أجابه أيضا من كلمة الله بالمكتوب قال لا تجرب الرب إلى هك المعجزة الثالثة أخدت طابع بيختلف اللي منسميه تعظم المعيشة أي الطريق السهل للمجد وما أكثر الناس اللي بتقع في فخ وتعيير إبليس بسبب المجد الذاتي عاوزين يصلوا للمجد بطريق سهل جدا أخدوا على جبل عالي وهون بنشوف وقاحة إبليس إنه عم بيطلب من المسيح بقول له أعطيك كل هذه إن خررت لي لكن أحباء إبليس ما هواش كلية القدرة ما هواش كلية المعرفة ما هواش كلية الحضور هو محدود قوته محدودة فكل شيء محدود فيه فيعني حاول إنهم يعني يغري يسوع المسيح بكل ممالك الأرض لكن نسي سلطان يسوع المسيح بعد انتصاره منشوف إنه الشياطين عم تطلب إذن من يسوع لما أخرج الشياطين من شخص اسمه لاجئون أو لأنه كانت جماهير من الشياطين تسكن هذا الإنسان طلبت إذن إنه يدخلوا إلى الخنزير طلبوا إذن من يسوع المسيح هذه التجارب أو نوعية هذه التجربة التي سقطت فيها حواء لما شافت أن الشجرة شهية منظرها حلو شهية للأكل ففعلا سقطت في هذه التجربة هذه التجارب يتكلم عنها الرسول يحنى في الإصحاح 2 من آية 15 قال يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد الجدير بالذكر أحبائي إنه المسيح هزم الشيطان في البرية من أجل نفسه هو كان وحده واجه هذه التجارب ووحده واجه الشيطان وغلب وانتصر على الشيطان ثم أحبائي المسيح هزم الشيطان على الصليب من أجلك أنت مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه يعني فضح مملكة الظلمة على الصليب ثم أحبائي هزم المسيح الشيطان حتى تصير قوة المسيح بقوة الروح القدس الساكنة في المؤمن حتى تنتصر أنت كمان على التجارب وتنتصر على كل يعني محاولات إبليس الشريرة يقول الكتاب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم المسيح انتصر حتى إحنا ننتصر على الشيطان وهذه أحبائي لما إحنا يعني الروح القدس بيسكن فينا مكتوب صرنا شركاء الطبيعة الإلهية قدرة المسيح بتحل فينا حتى نقاوم الشيطان وإغراءات الشيطان وننتصر على الشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر